السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام حبايب قلبي معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات معنا النهاردة حشوة جميلة جدا للبط هتعجبكم إن شاء الله هنقول مقدير مع بعض معنا هنا بصلة وسط متقطعة ونضيفة ومعنا خضرة مشكلة عبارة عن نعناع وكسبرة وشابت وبقدونس وحبة من الفلفل الأخضر صغيرة ومعنا معجون طماطم معلقتين كبار من معجون الطماطم ومعلقة قطشب عليهم ومعنا كبايتين رز مخصولين كويس كبايتين ونص رز مخصولين كويس ومعنا التوابل عبارة عن فلفل أسود وملح وشطة وكمون وكسبرة وقرفة ورنفل ورشة جسط الطيبة بسيطة ومعنا هنا عود من الخشب خلة عود خشب علشان لما نحشي نقفل بطة به ودلوقتي هنحط الرز المخصول في بولة كبيرة وبعدين هنحط عليه الإضافات اللي احنا قلنا عليها طبعا البصلة هنفرومها ناعم جدا ونحط معجون الطماطم والبصلة والرز والتوابل والخضرة هنقطحها ناعم جدا برضو ونقلبهم على بعض ونحط الإضافات ونقلبها على بعض كويس جدا ودلوقتي الحشوة جاهزة بس لازم تاخد نص سوى علشان ما ينفعش تتحشي بها البطة وهي مش مستوية شوية هنقلبها على النار شوية ونحط لها معلقة مرقة أو مياع عادي لحد ما تستوي معانا شوية أو تدخل في السوى نقلب فيها ونغطيها خمس دقايق ونقلب فيها شوية لحد ما نعرف انها خلاص دخلت كده في السوى معانا هنسيبها ترتاح شوية تبرد معانا كده شوية وبعدين هنبتدي نحشي البطاية من جوة من قلبها ومن اللجناب من عند الاوراق كده برضو هنحشي برضو من عند الاوراق دلوقتي عشان نحشي الرقبة بتاعتها انا بجيب معلقة خشب كده وبدخل الرز بيها عند الرقبة زي ما انتو شايفين كده وإيدي التانية بتدخل الرز برضو وبعدين هنحشي من عند الاوراق كده وبعدين هنجيب الخلة ونقفل البطا زي ما انتو شايفين كده هنكون طبعا مجاهزين المية المغلية فيها بصل وفلفل اسمر وحبهان وورق لاوري والمية تكون مغلية دلوقتي كده البطة خلاص جهزت وخلاص المية برضو غلت معانا فيها الحبهان والمستيكا وورق لاوري وفلفل اسود وبصلة مقطعة هنحطها دلوقتي عشان تسلق وهنعمل خلطة خلطة صوص كده لدهان البطة من برة وهي بتتشوي في الفرن هنعمل معانا هنا معلقة كبيرة من معجون الطماطم ومعاها معلقة كدشب وبعدين ملح وفلفل قصمة رشة بسيطة ورنفل وقرفة وبصلة مفرومة ناعم جدا هنقلبهم كويس مع بعض وبعدين هندهن البطة بعد خلاص مستوت معانا وطلعناها هندهن البطة كويس جدا بالخلطة دي هنكون حطين معلقة زيت مع الصوص ده وندهنها كويس وبعدين هتدخل الفرن تاخد لون ودلوقتي خلاص البطة كده خلاص جهزت هنشوف دلوقتي الحشوة اللي في الرقبة عاملة ايه دلوقتي كده خلاص وبالهانة والعافية جربوها اتعجبكو جدا لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي وفعالي الجرس عشان يوصلك كل جديد خلاص بك خلاص بال overweight ترجمة نانسي قنقر